اشتركوا في القناة هالشهر حالياً بورت أوفيرت أو هكي الأبويب مفتوحة أمام جامعة كبيرة من العالم ليش حبيتوا تعملوا هكي إفنت؟ حسنا أنه الضرورة أنه نلفط النظر لهالبيت المحترفية اللي هو مؤسسة تابعة على وزارة الشؤون الاجتماعية ودورة كثير مهم غير الأرتزانات الباقيين أنه هي مؤسسة لا تبتغي الربح والهدف طبعا أنه نحافظ على هالحرف الأديمة والتقنيات الأديمة اللي موجودة بكل ديانا ونجرب نساعدهم تا يبقوا موجودين ويتطوروا شغلهم ويكونوا دايماً يعني هذا مش الكل بيعرفوا يعني مش كل الناس بيعرفوا أنه بيت المحترف اللبنان يعني المزون دولارتزان مختلف عن بقية الأرتزانات الموجودة بلبنان هاي لازم تكون واضحة أكتر للناس أي لسوء الحظ لأنه بتعرفي الأعلام بده كمان بيجي يعني كل شي بنشغل عليه هو جربنا نشتغل في برايفيت بويد أخد انشارج هالمشروع من أربع سنين واشتغلنا على مثل نرجع نعيد إدارياً نهضة هالبيت ونجرب نرجع نحسن الإيماج طبعه قدام العالم شون الحرف الموجودين بالميزون دولارتزان؟ أي حرفة معقولة فكري فيها موجودة بدنا نشوف صور كمان على الشاشة همشوف صور همشوف فخار نحنا الحرف بيجو من وينما كان يعني ما في حدا من قوله لا بالعكس نحنا بدنا يكونوا موجودين في الفخار في النول في النحاس في عنا أكيد التوطريز بكل أنواعه ويدوي فيكون على كمان ماشين يعني إنه كسنة في عنا أكيد الفيرسوفلي يلي هو صار كمان كتير رار ولازم ندعمه لأنه ما بعرف قديش رح نقدر نكمل هذا تقليدي لبناني هو كلهم حرف تقليديين يعني تقليدية لبنانية لازم تندعم كتير الحرفيين هن اللي بيجوا بيعرضوا عملون عليكن يعني الحرف عليكن أو أنتو بتدوروا عليهم بلبنان هلأ هيدا البيت موجود من زمان يعني من الستينات معروف إنه هالبيت موجود بيعين المرئيسة مع المبنى جديد بالألفين ونحنا رجعنا عملنا إعادة تقهيل طبعولو بالألفين وثماني معروف إنه هالنوا يوتيب على البزارة وبيجوا الحرفين علي بيعرضوا الغراض ونحنا اللي بيصير فيه إنه منجرب نشتغل معهم طيح حسنوا هالبروديو تابعهم ومنشتري منهم البضاعة لسوق الحاص هالمدة ما عم نقدر نشتري كل البضاعة فتحنا باب الأمانات تم نقول لا للعالم ونكون كتير نيجاتيف يعني فبحتوا الغراضون اللي بينباع بينباع اللي ما بينباع بيرجعوا بيغتوب كمان هيدا مساعدة يعني أكيد أكيد بس لسوق الحاص مش كل العالم قادرة ما عندها هالإمكانيات ياللي بتقدير تخليها إنه تخلي عندها ستوك موجودة لفترة معينة باية بيت المحترف وبعدين تنطر الحظ البيع تبعها عم نشوف صور من بيت المحترف المهولي شو كراسي؟ هيدو الكراسي أش جربنا نعمل شي مميز السنة بدنا نعمل كنا شجرة تكون شوي طاعة على الحرف تبعنا عملنا شجرة بالكراسي الأش وكان بالإفن ما تبعنا كان الإشش موجود حتى وكتير حبوا الناس يعني هو كان عم يعمل الكرسي والناس عم تتفرج كيف يعملها وكان عنا كمان الفخار مع دوليبو هلأ مرأ قبل شوي كان عنا ناس كمان عم تشتغيل في تطريس كتير منه معروف للعالم بالبقاع هو اسمه الطرق كمان هدي شغلة بطلت موجودة يعني عم نجرب قد ما فينا العالم تتعرف على هالحرف وإن شاء الله نقدر نكمل وتمنعها من الإنقراض يعني تضل تمبع لا يضل في ناس عم يشتغلوا شو بيلاقي واحد بالميزون دو الارتزان بيلاقي شراشف كوستانت تخوت سنديق يعني شو اللي بيلاقي للنس اللي ما رايحين قبل على الميزون دو الارتزان للكل اواشي في عنا اشي للنساء عبيت اكسسوار حتى دي بيجو اكسسوار تروسات اللي هي المعتادة دي الشال كلو شغل ايد عنا للوليد كمان عبيت صغار بانوار بانتوفل يعني خرج كمان هدية من لبنان للاشخاص اللي رايحين الى الخارج كتير نس بيروحوا على الارتزانات بس كمان نحنا جربنا انه نعمل ميزون دو الارتزان اكتر مثل البوتيك كمان انه هالعالم تشوف اول شي ان احنا بالتقانيات تبعنا منقدر نعمل اشياء تقدير تكون للعصر تبعنا ويومنا يكون حلوة وبنوعية جيدة وبنوعية جيدة اهم شيء واهم شيء كون عندهم ساقة انه هالبروديوية اللي عم بيطلع من الميزون الارتزان هو بروديوية لبناني لانه بغير ارتزانة بيسمحوا لحالهم لانه ما عندهم ذات الهدف تبعنا يجيبوا بروديوية من من الخارج ويبيعوا بارتزانة اكسس لبنان بس انه نحنا ابدا نحنا في مرسوم طالع ان نحنا بس من بيع بداع الليبناني تجيعا للمحترف الليبناني حتفتطحوا قريبا ويبسايت اللي هو www.mda.gov.lb لا ميزون دولارتزان شو رحكم في شيء سبيسيال على الويبسايت الويبسايت اول شيء في فقرة بتقول بتخبر عن مين نحنا وبتخبر كمان عن الحرف الليبنانية واكيد هلأ نحنا بلشنا بخمس حرف منخبر عنوه وكل شوية رح منزيد تصير شوية متل انفرميسيون للعالم بيقدروا يشتروا على الويبسايت يعملوا؟ هاو الشقة التانية هو shopping online بفوتو صرفنا كل البروديويت تبعنا على كاتيجوري يالي هو بالانجلوش بتقدر بتشوفه women man bath home decor candles what ever يعني وبزيت الوقت بيها الكساب كاتيجوري بتقدر تفوت وتشتري عنديك الـ item display وقدش الكوانتيتي حتى فينا نعمة special orders ومنحط نحنا دايما المعلومات انه هاي الشغلة اذا بدا تكون برسونايزة بدا قديش وقت تتنعمل هيدا الويبسايت بدو هلأ بعتقد قبل العيد ان الله اراد منكون نحنا on-line بتكونوا صرتوا on-line باقي نقول لكل المشاهدين انه ميزون دول اختزان هو بعين المرئيسة تحديدا ما فيكن ضيعوا لانه من احلى المباني الموجودة المبنى حلو والمنظر حلو كتير هو معروف بارتزان الاناطر ارتزان الاناطر الموجود بكل الصور القديمة والجديدة واللي مما صور المنطقة يعني سياحيا ونحنا اللوجو تابعنا جديد نحنا اخذني من هال من الاناطر كمان استوحيتو قالين شكرا لك يعطيكم الف عافية وزيارتنا ان شاء الله بتكون قريبة للميزون دول اختزان هناخد بريك مشاهدينا من بعد رح انتبع آخر كمان